شكل إنعاش الاقتصاد بالاستثمار والفرصة التي يتيحها الهيدروجين والأمونياك للمغرب ليصبح قوة مستقبلية خضراء أهم المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الاقتصادية الأسبوعية وكتبت لفيكو أنه في ظل هذه الظرفية ليس لدى الحكومة خيار آخر سوى الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد وأورد صاحب المقال أنه تم ترافعة الاستثمار العمومي الذي تنوي الحكومة الحفاظ عليه وتعزيزه وكذا إعطاء دفع قوية للاستثمار القاصة الوطني والأجنب وفي موضوع آخر أشارت لفيكو إلى أن الوضع الحالي يشكل فرصة حقيقية للمملكة من أجل إقلاع حقيقي إذ يمكنها أن تصبح مزودة لأوروبا بمادتين استراتيجيتين ألاوهما الطاقة النظيفة والأسمدة ومن جانبها عنونت مجلة لطن الأسمدة المغرب بذيل موثوق من أجل تزويد العالم معتبرة أن المغرب أحد البدائل الممكن بالنسبة لأوروبا كونه يمثل 40% من واردات القارة العجوز من الفصف هذا وتطلقت المجلة أيضا لملف السدود مؤكدة أنه لأجل تدبير مثالي لوضع الإجهاد المائي المتواصل منذ عدة سنوات استثمرت المملكة في مشاريع كبرى من أجل تأمين تزويد الجهات بالمياه وفي نفس السياق خصصت شالنج ملفها لهذا الأسبوع للائحة استبعاد الزراعات المستهركة جدا للمياه مبرزة أنه أمام ندرة موارده المائية بات المغرب مطالبا باتخاذ خيارات جديدة في عدة مجالات لسيما الفلاحة التي تمثل ما لا يقل عن 85% من الاستهلاك السنوي المباشر للماء وفي موضوع آخر تمت شالنج بثلاث قطاعات أظهرت صمودا ونجحت في رفع مداخلها عبر التصدير وذلك بالرغم من صعوبات ما بعد كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية والجفاف ويتعلق الأمر بقطاعات الفصفات والسيارات والفلاحة والصناعة الغذائية التي مثلت 72% من الصادرات البالغة أزيد من 246 مليار درهم عندما تم يوليوز الماضي اشتركوا في القناة بلاب cái maestro اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وشقakedوا في القناة 就 بل